بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بخصائص السور كما يدل على ذلك ما ورد في سورة ياسين وأنها قلب القرآن وأن لها الخصائص الكثيرة وسورة الدخان وأن من قرأها في ليلة أصبح مغفورا له وسورة تبارك ووقايتها من عذاب القبر وسورة البقرة وبركاتها وسور المعوذات وحصاناتها لقارئها وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث النبوية فإن ذلك يدلنا على أن له صلى الله عليه وسلم علما كبيرا وآسعا بخصائص الحروف القرآنية والآيات والسور فسبحان الفتاح العليم الذي فتح له وعلمه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك علمه صلى الله عليه وسلم بإشارات القرآن الكريم الخفية فوق العبارات الجلية يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه وفي رواية أيضا عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة وروا الإمام أحمد وأصله في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى تمام السورة والحمد لله رب العالمين